التقرير 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 تقرير التقرير السلام عليكم وعوض الله واركاته شباب بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مع بعض النهارة أشكالله برس جديد من دروس الانجلر هنتكلم عن ازاي تستخدم السيرفززز في ان انت تسنت الديتا بين الكمبوننت هذا موضوع يعني حاجة لزيزة في استدام السيرفززز نفس الوقت ان انت تعمل شير ديتا تقدر ان انت تقديد الديتا ده هيت وان شاء الله نشوف الاسيرفززز هتلاقي الموضوع ممتاز جدا ان انت تعمل شيرد سيرفزز بتوين كود الكمبوننت أما في الثاقب Warelli فاسر نكري من Sekarani وان مع اخترارات فإنها إن شاء الله نشوف اكسر ينستخدم السيرفزز في ان انت تعمل شيرد سيربزتو وسيفتوين الكمبونت طيب نح وفي السيرفزيس نكاري السيرفزيس جديدة أو ممكن نقوم بعمل ترمينال تمام أو gd source app services ng generate service اسمها shared بس كشارد كشارد سيرفزيس يعني يروحوا وعمل generate لي السيرفز فايل تمام فعمل generate لي السيرفز فايل يجي في ملف التستينج وضم نمسحه لحد ما يبتد إن شاء الله يعني نشرح في التستينج طيب ودي سيرفز عداي خالص نجي نهوت مثلا نعرف 2 variables يسمي user user بنوع string طب هالا قدام اللي مش فاهم وي token نوع string برده تمام وي نخلي تاني بس status نوعها body تمام أو login نخليها login 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 نوعها تمام فهذه الـ data نجي نهوت بقى في الـ constructor نعرف functions بقى بوابة الببيت الحجات الى حتامل إنجي تلسرواي تستقنة انكموكوا مع skip فاولو مثلا get user اتعمل تعمل return this.user تمام طبع جزمو انها تباع بولك طيب في بولك بردو set user اتعمل انها تساوي this.user بتساوي name او بتساوي data طبع الديتا ده اللي مبعوتها في seter تمام ناخد للكده copy ومره للتوكن ومره للstatus نجي نهوات اللي هي set login اللي هي هالكامل كيس login نجي نهوات get login نجي نهوات set user اللي هي بقى set token ونهوات get token set token وget token تمام فاكنت كريتنا service نروح الاول نعمل لها نعمل لها provide in hot حيث انها تباع used تمام قولوها shared shared service تمام او الimport لشيرد service دقيقة دي تأكيد بس ايوه shared service اعمل import خلاص للشيرد service طيب عايزان بقى استخدمها كشيرد ممكن نعمل save الاول عشان بقى استخدمها كشيرد اروح رايح مثلا على login component تمام واجي نهوات اعمل لها import تمام ولكن تمام تمام اقوله public my shared نوعها shared service تمام واجي نهوات ال user لما يعمل login اقوله ايه اقوله this dot my shared dot set user one تمام واجي نهوات ال dot واجي نهوات ال my shared dot set token any string ما طبعه ايه او t token jesus dot my shared dot set login اتلوي true كي ألظى تمام صراي 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 صدتatUser رتurnUser وكي ترميز صدتatUser ماترترن توقين مات توقين ماتتوقين 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 تمام فنجي بالنهات كده نعمل ست في النام والتوكن واللوجين بعد ذلك سيروح رايح على النيو او الاثر او true او false يعني طيب بعد ذلك ممكن نشوف في النيو والاثر ايه اللي هيحصل نروح مثلا في النيو تمام نروح في النيو نهات نجي في الكونسول نجي قصدي في الكونستركتور ونغلو برضو او public shared نوعه ايه shared service تمام public shared نوعه shared service طيب وفي الكونستركتور ممكن عشان ما نبعش حاجة بحيث ان النيو نتابه نضيفه تمام اجي نهات اولو s.shared.getUser تمام اولو نهات console.log test.getUser وconsole.log test.shared.getLogin تمام كفانكشن فانا انا هوت لو راح لنيو هطبع ليه الgetUser والgetLogin وفي نفس الوقت هقول له this.shared.getLogin اقول مثلا set token خلي التوكن بيساوي ارقام تمام انا كدوقات عملت setLogin في اول component بعد كدوقات هاجيت ان اهوت بطبعت ال data وغيرت في ال token طيب دعالو بقى نعكس في ال other نيجي في ال other نهات ناخد ال data دي كده تمام نيجي هنا ها في ال constructor تعالو من 12 حاجة برضو تمام اقول ايه ايه هي shared اقول له فيه حاجة اسمها public تمام طبعا مش لازم يبس معها shared لشان بس الناس ايه مش مش لازم يبس معها shared تمام فجي نهات اقول له shared اللي هي ايه بقى shared service تمام واجه نهات بدل اعمل console لل user اعمل console ايه لي التوكن هست ال user تمام لي new name value from other component time 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 and it كده ما فيش اي حاجة متغيرة طيب تعالوا نكاريت بقى كده ونشوف الموضوع الاول حاجة نروح على الاب نحوات نحوات نجي نحوات اقول له console dot log a shared data as been city صدد كده صدد كده تمام ونصدد log result مش عايزين احنا نربع اي حاجة حاليا خطري بقى الموجود كله جاهز ليه للوجين بس فهيقعوط السيكنس اللي هاتم المسلولية ان شاء الله ان يقوم ما دوس لوجين هيحصل ست للديتا اللي موجودة في الشيرد متابق مع ايه بعد الآن هوا هينفيجيت على حسب اللوجين لو true هتوديه على New ولو false هتوديه على الأدر زي ما كنا شغلين في الدروس الأديمة بعد الآن لو نروح على New هيعمل ايه اول ما يروح على New هيطبع الديتا الموجودة في Shared Data ال User وهيطبع اللوجين وهيغير التوكن من القيمة بتاعته لايه بالرقم طيب لو راح لي الأدر لو راح للأدر سيطبع الـ token وهيطبع الـ login في نفس الوقت سيغير الـ user للـ data ونشوف ايه النتيجة دلوقتي تعال نشوف هل يوجد الـ data بتعمل تمام فاجئ نهات ده كده الـ login تعال نطبع بقع ايه نشوف F12 undefined اللي هي 25 و 26 هي فين بقى 25 و 26 هل يوجد الـ app ايه ده ده فين ده بقى ده login the other طبع اجيب اروح داس انهات نطبع دي كده اجيب اروح داس انهات الـ login ايه ولي share the data has been cited وراح على الـ other وقال لي ان الـ token اللي هو رقم 22 و 23 الـ token بالرقم ده والـ status اللي هي الـ login بترو تعال نتأكد من الموضوع وراحين على الـ other component طبع لي 22 و 23 طبع لي assured token وطبع لي assured login وعمل set لـ user طيب لو انا جيت انهات بقى وولتلو كانت 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 admin ادمن 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 ونهات admin كمام وولتلو login وراح برضو على الـ other عشان خاطر الـ new مافي hash route طيب لو جيت انهات بقى وولتلو الـ new فيها الـ id ده قلتلو new load 17 و 18 اي undefined اللي هما الاثنين اللي مبعتوش من shared data ادمن 17 و 18 مش موجودين طيب لو جيت انا بقى في الـ app هنا هات تمام جيت انهات تلو new slash اي حاجة بحيث انه هو ينافجيت للـ route وجيت انهات تلو واديني على الـ login تمام ونهات تلو كانت admin ونهات تلو admin ووحي عمل login قال لي shared data اللي هيدي موجودة في الـ app دي الـ data اللي راحت لـ الـ new component اللي هي الـ name و الـ true تمام فانا كده هو تدي الـ data اللي راحت لـ الـ new component اللي هي دي في الـ name component او عمل console لـ user وعمل console لـ login في نفس الوقت انا لو رحت انا هوت لـ other تمام لو جيت انا هوت وروحت لـ الـ other الـ undefined لأن الـ login ما تعملهاش fire وراح عمل recompile الـ constructor لـ app component تمام في نفس الوقت ما اعملش run لـ login function طبعا جيت انا هوت مثلا في false جيت لتلو بقى مساحة دي كده جيت لتلو login قلت لديه دي الـ وما جابش data فيها عشان انا لسه في نفس الـ route فاعملش هو ما عملش renew للـ route لكن لو رحت مثلا لـ first تمام مناش ده اقضى كله طبعا وجيت انا هوت قلت له false تعطل الـ data تمام راح عمل recompile مع shared data اللي جاية من الـ app component اللي هو بعد عمل run للـ login تمام فدي فكرة ازاي ان انا اعمل share للـ data متوين اي component والـ component اللي بعدي حيث ان انا ابعد data من component الـ component طبعا الـ data ده مش لازم تكون بارامتر كـ كـ key value بارامتر زي tokens زي بارامتر زي زي objects يعني زي صور زي links زي حاليات مختلفة عن بس فكرة انت تبعط بارامتر زي داخل الـ url في الطبوع اللي انا شفناها قبل كتابه تمام فالطريقة ده ممتازة جدا ونفس الوقت تظهر قوتها لما تستخدم من الـ observables بتخلي كل الـ component لسن على data معاينة او متغير بتعمل لها برودكاستة على كل الـ components او كل الـ components اللي عام سابسكرايب فالموضوع بيبقى connected الموضوع بيبقى اي شائق جدا فعليا ان شاء الله وده ان شاء الله اللي احنا هنشرحه فيه خلال الدروس اللي جاية هنبتلي بقى في الـ observables ونتعامل مع الـ apis ونتقبر الموضوع شوية كده هات هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته